ومناسبة الصعوبات اللي انت واجهتها وفي ناس يمكن ما كانتش متابعة المرة الاولانية انت ايه لاخرك يعني قول المشاهدين اكتر محمد ايه برضو لاخرك كل المدة دي من وقت ما خلصت عشان تنتج يعني نزلك اول الالبوم الاخر الفترة اللي فاتت خالص يعني من اول ما خرجت مستر اكاديمي ان انا برضو قيعت في ايد شركة عطلتني شوية كتير ويعني كد يكون ما كانوش بيعمللي حاجة اساسا مشتغلناش مع بعض ولا عملنا اي حاجة يمكن انا عملت طبعا انا الصاحب بس وكانت من جه انت جاء تاني يعني انا ومينة عملنا الغنوة دي الحمد لله يمكن هي دي اللي وقفتنا على رجلينا الحمد لله الفترة الاول مخرجة من استر اكاديمي بس اللي وجهنا طبعا او اللي انا وجهته يعني في الشغل ان شركة الانتاج طبعا بس مش كان فيه بنود المفروض تلتزم بيها الشركة انت صعب او دكتور انا كنت ماضي طبعا انا سني كان صغير ما كنتش كبير يعني وما كنتش فهم او في موضوع الانتاج ده بصراحة بس كنت مبسوط بالحالة اللي كانت موجودة في الشركة فقلت قولي لأ ان انا قمضي فيها وما لقيتش حد طبعا يوجهني اوي في الحتة دي بس بصراحة يعني انا والدي الله رحمه هو اللي قال لي بعلاش تمضي مع الشركة دي كلام ده حصل بالفعل ولكن يعني يمكن يكون انا زي اي شاب عملت اللي في دماغي يعني بصراحة بس في الاول وفي الاخر انا بقول ان اللي حصل اللي ده خير مش شر وانا عادي جدا بالنسبة لي الحمد لله انه حصل وعدة فخلنا في اللي كان افضل ان شاء الله والان انا شايفه المستقبل باذن الله باذن الله هيكون خير ان شاء الله يا رب باذن الله لكن انت شايف ان بعض شركات الانتاج بتستغل المواهب الشابة اللي خارجين تحديدا كمان من برامج المواهب وانهم يمضوهم على عقود واحتكار وحاجات كتير جدا وما ينفذ لهمش اي حاجة في الاخر لمودة كمان الاحتكار بيبقى لمودة كبيرة او يا محمد انا بس هسأل سؤاله دكتور ليه بيعمل كده يعني سواء ان كان هو منتج او ان كان هو مع فلوس وعاوز يشتغل في مجال الميديا انت معاك فلوس مثلا عاوز تنتج سيبك من ان هو منتج يعني ليه بيعمل كده ايه اللي هيستفاده يعني يعني هو لما يمضيني انا او يمضى اي حد تاني مطرب جديد يعني بيبتدى حياته على عقد مثلا سيو لكم بعشر خمسشر سنة ولا عشرين سنة ولا ولا يعني وشرط جزائي مثلا مبلغ مثلا كبير زي اللي انا كنت مضى عليه اللي هو 3 مليون دولار هذا رقم كبير جدا يعني ليه يعني الحقيقة مش للدرجات دي يعني 3 مليون دولار اللي انا بمضى عليهم ليه يعني انا عزة اسأل ليه حد يرد علي ويجاوبني ليه المنتجين او شخص ما يعمل كده يبنى قدم لسه يبتدى حياته اصلا يعني مش هتستفاد حاجة مش هتاخد الفلوس دي في الاخر او حاجة بالزبط ولو شغلني او اعمالي شوق انت كنت مضى كم سنة تحديدا يا محمد لا انا كنت مضى عقد كبير بنسبة حوالي 7-8 حاجة كده وغير المدة دي كمان ده هو كان العادي في بنود تانية بتقولي ان انا ما ينفعش امش من الشركة خالص يعني اصلا اه 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 ويعني زي ما بيقوله كان عادي ازعان حاجة كده لما انا سألته وفهمت بعدين في الموضوع يعني ففهمت ان العادي اساسا مش شرع يعني اصلا اه بس انا برضو ارجع لتاني للسؤال دكتورة انا عايزة كمان وانت بترد وتوجي نصيحة للشباب اللي زي كمان اه النقطة دي بتدقيقني اساسا ليه اساسا تعمل كده في واحد لسه يبتدع حياته طب ما احنا ممكن نشتغل وربنا يكرمنا ونكون يعيش مع بعض وشغالين وخلاص ما فيش اي مشكلة فانا بقول لهم هو بقول من خلال الجمعة في مصر ان اي حد متخرج من برنامج او اي حد يبتدع حياته في مجال الميديا سواء كان فنان يعني او مش عارب بقى ممثل حياته كده من حد الشي ياخد خطوة في موضوع العقود او يمضي على حاجة الا لما يتأكد ويكون على دراية تمة بالعقد وبالبنود اللي في العقد لان في الاول وفي الاخر هو اكيد داخل ابنوده خير ان هو يشتغل وعاوز ينجح ويبقى فنان ويبقى فلازم يشوف حقه وحق المنتج يعني ومش حقه بس اكيد حقه وحق المنتج اللي معاه علشان خاطر ربنا يكرمهم الاثنين ويبقوا ماشيين على طريق صح وخلاص علشان خطوة 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 اشتركوا في القناة